لما منيجي مثلا وديما بتحفز على كلمة إن إحامد دفع عن صلاح دي عشان صلاح مش محتاج إن إحنا ندفع عنه بس الجزء اللي بيدافع محمد صلاح وشايف إن محمد صلاح ما بيعملش المشاكل اللي بعض الناس شايفاها دي كلها يقول لك أنت بدفع عن صلاح ليه وأحرام يعني أن ننتقد محمد صلاح لا ننتقد يا فندم محمد صلاح إحنا ما إحنا هنا بلننتقد ميسي وكريسانو نقول ميسي لها مطش وحش وكريسانو نقول مطش أصلا فيه الناس كتير جدا بتتكلم أصلا صلاح أصلا مش مصاب أصلا هو عايز يسافر برا يا جماعة صراحش يغوف صراح بيحب اللعبة بشكل كتير جدا صراح في الليفربول ما بيحب يشخره حتى لوه وحش دايما مع منتخب مصر لما يجيلك كساب لما يجيلك كساب زي كده إحنا اللعبة تكريسانو عارفين يعني إيه خلفية خلفية دي بتاخد وقت كتير جدا يعني إيه خلفية لما تجينا ما لازم أغير عشان ما تزيدش عندي صراح النهاردة الليفربول عايزه دا حاجة من حاكتين الراجل عايز يحافظ عليه بشكل كويس هو مكمل مع الليفربول الفترة اللي جاي متخب بصر إنت عندك 3-4 مطشاط 5 مطشاط للنهاي إن شاء الله ربنا يكرمنا نصعد يعني فأنت مش محتاجه وغل الوقت الصغير دا بعد كده هم كامل في الليفربول فبالنسبة لليفربول صروة هو بالنسبة للمصر برضو صروة بس دلوقتي محمد وجوده في المنتخب مش مفيد لمعنى إيه أنه مش هلعب أنا مش هلعب مش موجود لا تعالج بشكل كويس عشان نرجع بس أبراف عليك عشان يرجع بس في رأي برضو هيقولك إيه إنه طب لأ موجوده مهم في المنتخب حتى لو مش هيلعب عشان خاطر يبقى قائد المنتخب ويلم المنتخب ويلم الفرقة أما تلعب مباريات كويس ورأي التاني يقولك لأ هو يسافر ليفربول عادي يتعالج يمكن يلحق يتعالج ويلعب معنا مطشين في الآخر أحسن مايلعبش أولا مطش في البطولة هو ده الصح اللي احنا بتتكلم فيه محمد شايف الموضوع هم أنك شايفين في الهبور عافية كان الموضوع ده باليومين ثلاثة من أول ما تصاب على فكرة بالضبط مش من النهاردة هو فيه مكالمات وفيه حوارات وكذا كذا أن الراجل ده يحفظوا عليه وهم ما بدينهم يعود له وخف إن شاء الله يكون موجود ناس كتير بتتكلم يا كتير من النهاردة أصلا هو النهاردة ممكن هناك يخف ويلعب مطشاة دوري إزاي يلعب مطشاة دوري يعني منتخب مصر يشغل في البطولة وهناك يخف ويلعب هناك ده تبقى يا الآن الموضوع مش كده خلاله هو التخوين والبتاع ده مش فوقت دلوقتي فيه ناس كتير مخوينة جدا بشكل جده على صلاح جدا 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 على صلاح والله عظيمة كان نهاردة أنا بستعجب قنوات وقنوات وقنوات الناس أنا عاشق بكتاب ياخده ترين دي بقى اللي مش عارف وقا إن صلاح ما لقى وجوده في المنتخب أصلا ما بيقديش ماشي في حاجة اسمها شغف جماهيري محمد صلاح من نوعية اللعيبة اللي دايما بيحب لعب تحت ضغط جماهيري انت النهاردة عندكش في مصر ضغط جماهيري بالمناسبة كابتان لو تسمحنا اتناقش معنا في دي هو كل واحد عنده رأي هو رأي جاي من غيره على منتخب بلده يعني انت رأيك غير رأي الحلول إن احنا نقول كلام منطقي وكلام الناس تفهمه مش اللي هو أقول كلامه وخلاص أنا متفهم والله إن كل اللي قاله قراء سواء من جماهير أو زملائنا هو غيران كمان على منتخب مصر مش احنا مش انا وانت بس اللي عاديت هنا غيران منتخب مصر أحيانا بشوفها غيره مش مش نا بحسها غيره تانية مختلفة خلاص يعني أعرفش هنحس إنها غيره مش حميمة عارف اللي هو إيه بشوفها بشوفها في عينيس بحسها منهم إن دايما عايزين صلاح مش كويس دايما شايفين إن صلاح في مصر مش كويس لا ما ينفعش يعني فيه ناس كأنا قابلت مثلا حد في الشيطة أقول لنا بحب صلاح في الفربول على منتخب مصر فبقول له لا لازم في حاجات تختلف دي الشوقات أولا فيه نوعية هناك مختلفة جدا نوعية الدورة مختلفة اللعيبة اللي بلعب مع مختلفين هنا الشغل مختلف شوية في المنتخب إنت قائد منتخب إنت اللي مفروض شايل كل حاجة أجواء اللي بتلعب فيها كذا كذا فهي مختلفة تماما العكس إن هو ماشي هناك بشكل منتظم كده بشكل كبير فصلاح لازم نكون نفرق بين حاجتيين أولا هو العيف كبير جدا ما ينفعش نخونه ما ينفعش نتكلم عليه بشكل وحش آه بس مش في مستوى ننتقد بس ننتقد بهدوء مش بحاجة جامدة وجوده وجود محمد صلاح في المنتخب مصر دلوقتي أنا كان شايفك علىه لا ما ينفعش لازم أتعالج بشكل كويس هناك لفربورة يحافظ عليه كويس إنت النهاردة في المنتخب ما عندكش الأجواء اللي اتعالج هناك كويس إنت بش في مصر إنت كنت في فور هناك فخصة العلاج إناك مش هتبقى كويسة جدا في لفربور اتعالج بشكل كويس إن ربنا يا كريمنا نصعد قبل نهاية نهاية يكون موجود